السلام عليكم ورحمة الله أهلاً وسهلاً بكم في فيديو جديد معكم الأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم رح نتكلم عن الأكسنت والديالكت يعني الفرق ما بين الأكسنت والديالكت أولاً الأكسنت تعريفها refers to the variety of language differing from standard in pronunciation يعني هو الاختلاف في النطق من لغة إلى أخرى في النطق فقط يعني شلون؟ يعني أنا على سبيل المثال أنا حالياً قاعد أتكلم لغة إنجليزية مرات أقول water ومرات أقول water لما اللفذ الكلمة يتغير النطق مالته هذا سميه بالأكسنت لهجة بريطانية لهجة أمريكية هذا هي الأكسنت إذن الاختلاف بنفس اللغة من كلمة إلى أخرى ولكن يكون في النطق فقط يعني ما أجيب غير كلمة يعني نفس الكلمة نفس المعنى نفسها بالضبط ونفس الشيء بس اللفظ يتغير هذا سميه بالأكسنت مثل ما إحنا عدنا باللهجة العراقية هنا أو هنا نفس الكلمة بس يتغير النطق مالته هذا سميه بالأكسنت سنجهس على الديالكت الديالكت refers to a variety of a language usually differ from other variation in pronunciation grammar vocabulary from standard language الآن الديالكت هي اللهجة أو اللكنة نفس الشيء الديالكت معناها تنوع اللغة من لهجة إلى أخرى أو من لكنة إلى أخرى في النطق والقواعد والمفردات بشكل عام وهو أشياء راح تختلف عنها يعني على سبيل المثال على سبيل المثال عدنا اللهجة الإنجليزية البريطانية وعدنا اللهجة مثلا على سبيل المثال الإسرائيلية عدنا باللهجة الإسرائيلية مثلا يستخدم كلمة movie بالبريطانية يستخدم film إذن تغيرت الكلمة جوابه غير كلمة على سبيل المثال طبعا إذن جوابه غير كلمة اختلف كلتها صارت هذه عندي دايالكت مرات عندي باللهجة الأمريكية واللهجة الكندية اختلاف يكون بالكتابة مثلا اللهجة الكندية يكتبون double L مثلا travel يكررون L أما الأمريكية ما يكررون L على سبيل المثال إذن لما يختلف الكتابة واللفظ والمعاني الجديدة تصير تختلف جديدة بهم يستخدمون flat شقة بهم يستخدمون apartment هذا اللي تنسميه نحن dialect هذا ما نسميه بالدولة ووجود عندنا كذلك باللغة العربية بالعلاق نقول تليفون دول الخليج يقولون جوال اثنينات فصحة واثنينات المستخدمات لما تختلف المعنى بشكل عام عامة راح نسميها dialect لما الاختلاف يكون فقط في النطق راح نسميها بالأكسل لا تنسى تشترك بالقناة ونشوفكم الخير